اشتركوا في القناة بسهولة جدا يلا نبقى نبدأ الدرس انا بستخدم فوتو شوب سي سي 2019 اي نسخة هتمشي معاك مفيش فرق نروح نبدأ عمل جديد مش مهم الاياسات عندنا نختار الاياسات الدفول هجيب اداة الريكتانجل وهرسم مستطيل بالشكل ده كده هنروح الى 3d وهنختار هبدأ بقى ان انا ازبط وهزبط هروح الاول على الكاميرا وهختار الشكل ده وابدأ ان انا ازبط مساحة العمل بعد كده هروح على الريكتانجل وابدأ ان انا ازبط الريكتانجل هختار اداة الريكتانجل واعمل دوران بالشكل ده كده وهروح على اه اقل السماكة بالشكل ده كده وهروح على اه اه هضغط على اه السهم ده وارجع الشكل الورا بالشكل ده كده وممكن انزل اقف هنا كده وانزل بيه تحت كده المهم بزبط الشكل في الاتجاهات اللي انا عايزها بعد كده بروح على الانفينيت لايت وببدأ ان انا اتحرك فيه بالشكل ده بحيث ان انا اعمل شادو للشكل انا كده عملت المجسم والمجسم اصبح جاهز عندي فاضل ان انا عايز اعمله التكتشر او اكتب الكتابة اللي عليه هروح على الريكتانجل فرونت وهضغط عليه كده وهضغط على الهاجة عند الماتيريال هضغط هنا وهضغط ادت تكتشر بعدين هضغط اوكي المكان ده اللي المفروض ان انا احط فيه صورة تظهر عندي في القالب في الوجه بالشكل ده هروح اجيب البوستر اللي انا عامله طبعا انا كنت مجهز البوستر قبل كده وهنعرف تجهيز البوستر هنجهزه ازاي هضغط على شفت واسحب بالشكل ده واعمل البوستر على اد المربع بالشكل اللي انتم شايفينه ده نضغط على شفت ونسحب بالشكل ده كده وبعدين بضغط على علامة وبروح على المربع هلاقي البوستر انطبع بالشكل اللي انتم شايفينه عايز اعمل بقى الجانب هنروح على تالت اختيار بعدين هنضغط اد اد تكتشر. هلقيه مقسم عندي لتلات اختيارات. اللي هنا الجزء اللي تحت. وهالمستطيل ده الجزء اللي على اليمين. المستطيل ده الجزء اللي على الشمال. الجزء اللي فوق والمستطيل ده الجزء اللي على الشمال. هنجيب صورة البستر. ندخلها على الشكل زي كده وهنروح على قيمة الليرو. هنضغط كليك يمين ونختار SavoyZ叻ばいばい. هنجيب اداة الريكتانجل انا عايز اخد الجزء اللي تحت ده احطه في الجانب هاضغط كليك يمين واختار ليار فيا كار وبعد كده هاحزف الجزء ده كده هاجي بقى بالجزء ده اقف به هنا كده وهاضغط على ويأسحب بالشكل ده كده طبعا انتم شايفين الشكل تشوه لا هو ما تشوهاش هو هادينا الشكل تمام بعد كده نروح على قائمة ونضغط على كلمة نروح بقى الريكتانجل او المربع هلاقي نزل عندي بالشكل ده كده ممكن نقف على الريكتانجل ونقلل الضباز شوية بالشكل ده كده تدي السماكة اللي انت عايزها بعد كده برضو تقدر تتحكم فيه الشكل الاضاءة كمان نقدر نتحكم فيه اه الاضاءة نضغط على ونتحكم فيه وفيه الاضاءة بالشكل ده كده ممكن كمان نضغط على ونتحكم فيه اه المكان بتاعه بمحور الاكس والواي بالشكل ده طبعا ممكن اه ازود الشاين لو ضغط على اه الريكتانجل فرونت ممكن ازود الشاين او اللمعة شوية وبعدين نضغط برضو على اه البيفل التاني ونزود اللمعة شوية بعد ما نخلص بنروح نقف على الطبقة اللير كده احنا عملنا القالب بتاعنا بنقف على طبقة اللير وبعدين نضغط على سري دي وبنختار ريندر سري دي لير وبننتظر لحد ما يعمل ريندر ويكتمل الريندر عندنا طبعا بيحسب لك الوقت هنا وبقول لك متبقي وقت كزا والريندر بياخد وقت حسب امكانيات جهازك بعد ما عمل ريندر نضغط كليك يمين على الريكتانجل وبنختار كده اصبح عندي البوكس جاهز نبدأ بقى نزبط البوكس هنعمل طبقة جديدة تحت نضغط اه ونديه اي لون وليكن اللون الغامق ده بالشكل ده وناخد كوبي من الريكتانجل بالشكل ده نسحبه ونروح على الجزء اللي تحت ونروح على اه في وبعدين ننزله تحت بالشكل ده كده بعد كده عايزين نزبط البوكس نخليه تحت بعضه هنروح على قيمة ونخيارات التعديل هنبدأ نعدل في اه اتجاهات البوكس بالشكل ده كده ممكن نعمل زوم ان وبعد كده نروح على وهنختار ونبدأ نزبط الجزء ده بالشكل ده كده الجزء ده ننزله تحت ونرفع الجزء ده فوق كده عايز ازبط بقى الجزء ده الواحده فهجيب اداة التحديد واحدد الجزء ده كده وهروح على ونختار ونبدأ نزبط بقى الجزء ده كده بالشكل ده ونضغط على علامة لتشيك نضغط كنترول دي علشان نغي التحديد ونضغط كنترول ونقص وبعد كده هنعمل عليه ماسك نتأكد اللون اسود فوق والابيض تحت وهنجيب اداة وهنسحب من فوق لتحت بالشكل ده ونقلل بالشكل اللي انتو شايفينه ده ممكن نسحب كمان زيادة شوية اصبح عندي البوكس جاهز تبدأ بقى ان انت تكتب الكتابة بتاعتك او تضيف الوصف بتاع الكورس او وصف المنتج في الجانب بالشكل ده ده ببساطة كان فكرة عمل بوكس سري دي بالفوتوشوب وبسهولة جدا وتحط عليه اعلانك او صورة المنتج بتاعك نقدر نستخدمه في الاعلانات للكورسات او اعلانات لمنتج معين او لشيء معين بسهولة جدا قدرنا نعمل التطبيق في النهاية انتظر دعمكم للقناة ومشاركتكم للفيديو وعمل لايك للفيديوهات اتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده مقدم من محمد ماهر على قناتنا سمات للدعاية والاعلان تابعونا لتستمتعوا بافضل الدروس المقدمة على القناة